اشتركوا في القناة في حاصمة الميادين في ملتقى الاصائل في معركة من معارك هذا الميدان حيث ينطلق ثاث ايضا سابع اشواطنا الذي ينطلق قبل قليل ويحمل تحديات البكار مباشرة الى المركز الاول الى الصدارة الى امجاد امجاد ومنبق الامجاد يسجل الحضور هذا محمد بن حمود بن ياسر اليحافي يتقدم بينما الشامخة بالمركز الثاني لعلي بن سعيد بن علي العمري انتقل الى عوايد لعبدالله بن محمد بن عتيق العامري بينما المركز الرابع وصلت هناك شوهين عمر بن خميس بن فرج بن حريز ياتي في هذا المعترك ياتي بهذا اللقاء ورحود الواصلة لنبارك بن سعيد بن سالم الراشدية يتحرك بهذه اللحظات يتقدم بهذا المستوى يتقدم بهذا الطموح والارادة لكن القادمين وصل بن حياي وصل مع رند لسالم بن يابر بن حياي المنصوري الشاعر من طول الغيبات ياب القنايم وصل في هذه اللحظات وتواصل الجميع لكن العود الى امجاد امجاد تلو امجاد وامجاد تلو امجاد وامجاد تنتزع المركز الاول لمحمد بن حمود بن ياسر اليحافي طاروا لحاحيف وانطلقوا على المركز الاول تقدموا بهذا الابداع الجميل اليزع وابنها تتراقص اليزع بهذا الناموس لكن القادمين وصلت هناك الشامخ لعلي بن سعيد بن علي العمري لكن العود الى هناك الى هناك الى امجاد 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 ابناء اليزع ابناء اليزع الى السلطة السلام تهانينا لمحمد بن حمود بن ياسر اليحافي على هذا الفوز والانتصار الجميل تهانينا لك المركز الثاني شامخة لعلي بن سعيد بن علي العمري المركز الثالث وصلت سلا لعبد الله بن علي بن عوض المركز الرابع هناك راهية لسليم بن سالم بن محمد المركز الخامس رند لسالم بن جابر بن عبيد بن حياج المنصوري هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء وهكذا هي امجاد بالفعل طارت بالناموس والفوز والانتصار تهانينا لمحمد بن حمود بن ياسر اليحافي توقيت الزمن دقيقتين وخمسين ثانية وخمسة اجزائي من الثانية تهانينا لمحمد بن حمود بن ياسر اليحافي وسلام ميداني للسلام على هذا الفوز المركز الثاني وصلت فيه هناك شامخة لعلي بن سعيد بن علي العمري ادت عرض رائع تشكر عليه دقيقتين ثانين وخمسين ثانية وجزئين من الثانية بيئنا المركز الثالث وصلت سلا لعبد الله بن علي بن عوض بن سيف الكتبية ادت عرض رائع تشكر عليه والتوقيت الزمني هناك دقيقتين تسعة وخمسين ثانية او دقيقتين ثلاث وخمسين ثانية وتسعة اجزائي من الثانية تهانينا والناموس ترجمة نانسي قنقل